لفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي تتصدر المشهد العالمي والعربي اخر تطورة هذه القضية زيارة وزير الخارجية الامريكي مايك بومبيو الى الرياض للقاء خدم الحرمين الشريفين الملك سلمان لبحث القضية بومبيو بعد لقاءته السريعة مع السعوديين خرج للإعلام معبرا عن شكره للملك سلمان بن عبد العزيز على التزام السعودية باجراء تحقيق شفاف وشامل بشأن قضية اختفاء خاشقجي سبق ذلك تسع ساعات قضتها فرق البحث والتحقيق التركية ليلة امس في مقر القنصلية السعودية في اسطنبول اخذوا خلالها العينات من مختلف مرافق القنصلية في عملية تفتيش مشتركة نفذت بناء على اتفاق مع السعودية ولكن لم تعلن نتائجها بعد وكانت شبكة سي ان ان الامريكية قالت في وقت متأخر من ليل امس ان السعودية ربما تستعد للإعلان عن مقتل خاشقجي نتيجة عملية استجواب سارت بشكل خاطئ وشهدت ازمة اختفاء خاشقجي في بدايتها تضاربا في التصريحات بين الولايات المتحدة والسعودية بدأها الرئيس الامريكي دونالد ترامب حينما وجه تهديدات للسعودية بفرض عقوبات عليها في حال ثبت تورطها بمقتل خاشقجي وردت الرياض عن طريق وزارة خارجيتها برفضها لأي تهم من هذا القبيل ورفضها أيضا لأي عقوبات اقتصادية ضد بلادها ولكن مع تطور الملف وبدء التحقيق التركي السعودي المشترك خرج ترامب ليقول ان عناصر غير منضبطة او مارقة ربما تكون قد نفذت الجريمة بحق خاشقجي ما رآه مراقبون انعطافا حادا في الموقف الامريكي في بضعة ايام